أنا نروح لي نادي الزمالك. رؤيا كيف أقدمه الزمالك في البطولة العربية؟ هيا الناس بتزعل مني لما بتكلم في الحتة دي لإني ليه؟ لإن أنا عندي قناعات يا كريم مش بغيرها وعندي يعني وجهة نظر ما بغيرهاش خلنا اتفق إن القوالة بتاع الاقيبي اللي موجود داخل نادي الزمالك دلوقتي مش أحسن حاجة ده كلام شايفه القاسي والداني والناس لو ما قالتش الحقيقة أو ما اقتنعتش بالحقيقة يبقى احنا بنتحك عن الناس مش طعب تطور وانا ما بحبش أضحك عن الناس على خاصة جمهور الزمالك أو المكان اللي أنا بحبه أو المكان اللي أنا اتربيت فيه طبعا القوالة اللي موجود دلوقتي بالناس بلعيبت نادي الزمالك مش أحسن حاجة فيهم 3-4 نجوم سوبرستار والباقي كله وقلت الكلام ده برضو زعلوا الناس مين الـ 3-4؟ بيزعلوا لما بذكر أسماء ليه 3-4 تطوري 3-4 هتشيت بيهم يعني 3-4 مع هولباقي كله يبقى سنيدة يعني مثلا على ساعدك أنا زيزو مثلا فتوح أحسن لعيب في مصر أحسن باكليفت في مصر كابتن الفرقة شكبال في برضو سيف الجزيري فيه لعيبة كويهة فيه المثلوسي كويس يعني بقاله سنتين معنات الزمالك ماشي بخطة ثابتة جدا فيه لعيبة كويسة بس مش مش انت معندكش البدال القوية قوي ولا باقي الفرقة ولا باقي الفرقة برضو الأسماء اللي هي يعني خط فانس الزمالك محتاج محتاج شغل كتير أقولك بصيغة أحسن تخليها كمان عند جمهور الزمالك ألطف يعني انت شايف ان اللعيبة اللي موجودة في الزمالك دي لعيبة كويسة بس الزمالك محتاجة أحسن الله ينور عليك يعني انت مش بتقول مثل انهم لعيبة سيئة بس لأ الزمالك محتاجة أحسن عشان يقدر ينفس على مستويات مثل زي البطولة العربية زي البطولة الأفريقية هو ده فاحنت رايح بطولة العربية بالسكواد ده بدون تدعيب بدون بدون لا المحصلة كنت منتظرها أنا كطير السيد برؤيتي زيرو